طلب الطلبات السنوية العامة اهلا بكم ان شاء الله احنا وصلنا لنهاية العام الدراسي والنهاردة هنقدم لكم المراجعة النهائية في منهج الكيمياء السنوية العامة ومراجعة بسيطة في سورة اسئلة اختر المتعدد على نمط امتحان اه اخر السنة امتحان القادم اللي هو بعد بعد ايام اه اعمل لك مجموعة من الاسئلة المختارة حوالي سبعة وستين سؤال الى جانب اه نمازج اخرى امتحانية محلولة برضو اه الاسئلة طبعا دي معظمها اسئلة من بنك المعرفة اه وفي بعضها من اسئلة الامتحات التجربية والاسترشدية اللي وزارة نزلتها في اللي عملوا من المواضية اه طبعا انا في الاول ايه اه هوريك في بداية الفيديو اه اسئلة اه مش محلولة وتنوص الفيديو بقى ايه اه اللي تشوف الحلول هتلاقي الحلول وهنزل لك برضو في اه بعض الملفات لو انت عاوز تتبعها بدي اف بحس ان انت يبقى معاك زخيرة ورصيد من الاسئلة وطبعا في بعض الاسئلة المهمة ان انت ممكن تسجلها كملاحظات في آآ كتاب المدرسة وطبعا ده مسموح لك لان انت عندك اللي انت حنز بقوبنبوك وان شاء الله طبعا آآ اللي انت عا مش يخرج عن الاسئلة دي آآ لان آآ معظم الاسئلة هتكون في متناول الطالب المتوسط وعمل حسابك ان احنا مفروض آآ بنعلمك كيميا يعني مش هنجيب لك الاسئلة لفة وفيها مواضيع رياضية صعبة معقدة زي اسئلة آآ كتاب الامتحان وكتب الخارجية آآ احنا لو جبنا مسلا في الامتحان بعض الاسئلة آآ الصعبة شوية هيبقى مسلا من نسبة ما تقبلتها 10% لكن الاسئلة الباقية كلها هتليها من المنهج وآآ من داخل كتاب المدرسة اللي انا بنصحكم آآ ان كل طالب يكون معا كتاب مدرسة ضروري في اسنان الامتحان ونظم اجاباتك وقرأ الاسئلة الاول واحدة واحدة وابدأ حل لتعرفه اهم حاجة آآ لو آآ بقي اسئلة انت مش عارفها ما ايه ما استبهاش فاضية ولازم تعلم عليها وتظللها في البابلشيت لان الهدف الاساسي ان انت ايه تحل كل الاسئلة ما استفش حاجة آآ وزي ما بقول لك آآ اللي امتحانا ان شاء الله مش هيبقى صعب وفرصة آآ كويسة للطلبة عشان آآ تجيب مجامعة كويسة في الكامية وطبعا مدد الكامية هيمكن آآ اكتر مادة علمية ممكن تلمي فيها درجات وتساعدك في المجموع فتمنى كل طالب ما يضعش الفرصة دي ويحاول ايه آآ يحل ويركز آآ وطبعا تابع الفيديوهات الاخرى هتلاقي فيها مراجعات لو انت مسلا عندك مشكلة في الكامعة العضوية في مراجعة في الكامعة العضوية هيدروكاربوناتو مشتقطة آآ كهربية نفس الكلام ولكن اهم حالة في الليمون اللي بقين على المتاعين دول ان انت تحل لايه اسئلة عشان كده انا انا اممكن امركز لك في الفيديو ده على اسئلة وحلولها الليمون دول طبعا خلاص بأيام الشرحة خلصت احنا دلوقتي بنهتم بنوعية الاسئلة آآ والاجابات عليها الاجابات السريعة آآ لان طبعا خلاص ما بقاياش فيه وقت اللي زاكر طبعا زاكر آآ بس ده ما يمنعش ان انت لما تلاقي نفسك فيه آآ سؤال وقف معاك تحاول ترجع للجزئية بتاعته من جتاب مدرسة آآ بحيث ان انت ايه آآ آآ تاخد فكرة عنه برضو علشان آآ تحل آآ وانت فاهم طبعا آآ بعيد عن موضوع الحبص في اخر الفيديو هتلاقي آآ بعض النمزج المحلولة وانا انا اتعمدت جيبالك محلولة جاهزة علشان ايه ما نضيعش وقت علشان برضو ايه الاسئلة تبقى مر عليك اسئلة كتير يعني هي تلاقي نفسك آآ مر عليك حوالي مسلا ايه تلتميت سؤال بحلولهم آآ معظمها منك المعرفة والاسئلة الاسترشدية وبعض الاسئلة طبعا متوقعة فبص على الاسئلة دي كلها آآ وحاول تكتب آآ جزء كبير منك ملاحظات في الكتاب آآ وربنا معاكو وبنتمنى ان احنا نكون آآ يعني وفقنا في آآ سارد المنهج وتوضيحه هذا العام وبنتمنى اللي جميع الطلبة النجاح والتوفيق والوصول الى اعلى المراتب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا آآ هوريجل دلوقتي آآ حل آآ نمازج اخرى آآ في الكاميرا السلامية العامة آآ آآ اسئلة اختر وفي نموذج آآ في بعض الاسئلة المقالية آآ هتشوف فيها آآ ليه ليه الوزارة آآ رفضت انها آآ تحط اسئلة اخلية التفاوت طبعا آآ واجابتها من طالب لآخر طبعا عشان الكمبيوتر هو اللي هيصحح فطبعا اي خطأ ولو بسيط ولو مستارة آآ في الاجابة ممكن يعتبرها الخطأ وده المشكلة آآ قبلت تصحيح الاجزة الالكترونية عشان كده آآ فضرت اللي استعانى بالبابلشيت والاسئلة اختر من المتعدد وشوف النموذج برضو هتلاقي ايه اسئلة آآ في النموذج المقالي متجاوبة صح ومع ذلك هو حسابها خطأ آآ عشان تفاوت بسيط ممكن لحرف ممكن لمسافة ممكن لكلمة ممكن لحرف كابيتل بص معي وشوف والنمسج دي برضو عليك آآ ازاي تتدرب على اسئلة بنك المعرفة اللي ان شاء الله مش يخرج عن الامتحان حسب كلام الوزير وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصلا واشرى في الهاي دي. بعد ما آآ تدس على ارسال ويجي لك النتيجة وتعرف اخطائك آآ حاول تعيد الامتحان مرة تانية وتشوف النقط اللي واقفت معك وبتمنى ان تكونوا استفدتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ بعد الحلول السريعة آآ للاسئلة آآ طبعا آآ يمكن احنا عملتا بسرعة وبكنش في وقت عشان آآ نفسر اكبر من كده. ولكن اوعدكو في الفيديوهات القادمة هنحاول نفسرها بطريقة اوضح بحيث نلبي رغبات جميع الطلبة والطالبات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كان معاكم مستدر الشريف الهادي كبير معالمين الكامية بقدرة الكهراء الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. طبعا كانت اسئلة تقليدية عن النظام الايه? النظام القديم. آآ حاولت تشوف الاسئلة برضو. وحاول تحويل الوراء والقلم. لواحد اللي فيها بلاي اسئلة تختر. وفي اسئلة طبعا متنوعة. في اسئلة المهدلات. بسيطة التحولات في العضوية ومسائل. فانت برضو حاول ايه? تجرب نفسك فيها. عشان تجرب مستوكل حقيقي من الانت. بزيطة التحولات في العضوية. وبتمنى انت بمستفدتم من هذه الاسئلة. وحاول ان انت ايه? ما يكونش عندك رابو ولي ما جابش كتاب الوزارة الحديوتي. ياريت يجيب نفسك تخلو الوزارة واتحلي معاك.